اشتركوا في القناة هو الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة سبعة وتسع وخمسين دقيقة مساء من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الطرق وهي منزلة للمضرة والمشاكل بما ان القمر موجود في برج السرطان فنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من مين لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه بهاي الفترة بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجها ووسعنا في هاي الفترة اما شراء عقار او استيجار عقار او بيع عقار او زراعة نبت ماء او شجيرة او الانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عنا زاويتين الزاوية الاولى هي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري وحكينا انه هاي الزاوية تاثيراتها لغاية يوم سبعة وعشرين هاي الزاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لاثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين نبتون وبين بلوتو وتاثيراتها لغاية يوم اثنين تسعة هاي بتسبب عودة وضعية هاي الوضعية ممكن تدعم وضعنا بشكل اقوى اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري تاثيراتها طبعا ذروتها ساعة 11 و34 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي ذروتها الساعة 22 و54 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابدعهم طبعا كل الزاوية تاثيراتها طيلة اليوم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية من الزوايا البطيئة واليوم ذروتها بين عطارد وبين المريخ وحكينا انه هاي تاثيراتها من يوم 25 سبعة لغاية 28 سبعة عشان هيك منلاقي انه بهاي الفترة بيسود شعور بضيق الصدر ما منتقبل النقد وممكن انتور بشكل مبالغ فيه في وجه من ينتقدنا او بيعطي ملاحظات بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردة فعلنا بكشف عيوبه واخطاءه وبما انه الزاوية ما بين عطارد وبين المريخ معناته هاي بتدل على تقلبات في البورصة في الاسهم في العملات في الامور اللي الها علاقة بالاتصالات بالمواصلات ازدحام الطرق الحوادث اللي الها علاقة بالسير او الها علاقة بالحركة او الها علاقة بالنيران اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين المريخ وهاي دروتها الساعة 11 و56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا هاي زاوية اثاراتها من ساعات العصر لغاية صباح يوم الاربعاء فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية ونبتعد عن العمليات الجراحية لالها المعدة والكبد الصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجن وغشاء الصفاق هذولا اهم نقطتين فهاي الاعضاء هي الاكثر حساسية واللي كثير من الاشخاص بشعروا بآلام فيها خلال هذا اليوم وبرضو في نفس اللحظة نبتعد عن اي عمليات جراحية تتعلق بهاي الاعضاء الا اذا كانت العملية غير قابلة للتأجيل والطرارية جدا لعملها اما بالنسبة لعمليات التجميل فطبعا ما زلنا مقول ان الفترة هاي لا تصلح لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولا تصلح ايضا لقص الشعر التجميلي او الصبغ او القص العلاجي ولكن تصلح لازالة الشعر الزائد بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم بيبدأ يوم الخميس يوم ثمانية وعشرين سبعة في تمام ساعة اتناش واربع وخمسين دقيقة بعد منتصف ليل الاربعاء الخميس وبيستمر هذا الخلو المسار لغاية الساعة ستة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا من صباح يوم الخميس لا يستقر القمر بعدها في برج الاسد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره سبعة وعشرين يوم طبعا بيكمل سبعة وعشرين يوم ساعة اتناش منتصف الليل او مساء نسبة الاضاءة بتصير عشرة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم ثلاثة وعشرين ثمانية طبعا هي الان سعيدة بنسبة سبعين في المية في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في السرطان حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية ولكن في ساعة الظهر بصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في الاسد حتى يوم أربع ثمانية منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في السرطان حتى يوم حدعش ثمانية سعيد بنسبة عشرة في المية المريخ في الثور حتى يوم عشرين ثمانية منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% ورنص في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكوا في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم شي انكم اتحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بتتحدروا من التصرفات العدائية وأهم شي انكم ادخال في القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو بسبب كلام جارح عشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور اليوم بتنشطه بالسفر والاتصالات والتنقلات وأهم شي انكم تكونوا أكثر صبرا على الطرقات وهذا يوم مناسب لإجتياز امتحان ولكن ممكن تتسرع بالإجابة فعشان هيك بدك تتأنى وما تعتمد كثير على الحضوض عبر عن رأيك ولكن بهدوء ودون إثارة العداوات والتحقبات وحاول انك ما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة واليوم ما رح تهدأ وتيرتك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة اليوم في فرصة كبيرة لما اكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي أو أشخاص منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية أهم شي انكم تخففوا من النفقات ممكن اليوم تناقشوا موضوع بيتعلق بتمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها هذا اليوم بيفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء وبتقدر تبرر مواقفك وتوضح أي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنتو اليوم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شي انكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم اليوم رح ترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة بيحمل هذا اليوم يعني تقدم وأخبار جديدة وهذا الشيء بيعيد لك نشاط لحياتك اليومية بشكل واضح وتعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر مازال موجود في بيت المتاعب اللي هو السرطان فبيسيطر التعب عليكم وحاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل حاولوا أنك تخلدوا للراحة من وقت لآخر ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل أو التعب خلال هاي الفترة وممكن تفشل أعمالك في حصد النجاح وتخيب آمالك لتأجيل أو لإلغاء موعد أو حجز في اللحظات الأخيرة فعشان هيك بدك تكون مهية اعمل أعمالك الروتينية وابتعد عن اتخاذ القرارات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً اليوم بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بدكوا تتجنبوا الانتقادات بيد ما بتقدروا بناسبك اليوم العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل وانت اليوم بحاجة لها التحالفات ممكن تفرح لتفاهم الآخرين لإلك وتحصل على تأييد أو تشارك في ورشة عمل إلا أجواء جيدة لاستغلال العلاقات الاجتماعية والمعارف برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم اليوم إثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معك أو ما بيتعاون معك أهمش أنك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجع صحيح أنه اليوم في بعض القلق والتوتر لأن القمر في بيت السمعة فطالما أنت ما بتخالف القوانين وما بتشوه سمعة نفسك فأنت بخير برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتنشطه في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أو تعامل مع الأجانب أو تقديم الامتحانات ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة اليوم بتعيشوا أجمل اللحظات وأكثرها حظا تختفي المنافسات والعدوات وهذا الشيء بيسهل جميع تحركاتك حتى الأمور العاطفية عندك اليوم بأوجهة حاول أنك اليوم ما تقف ساكن تتحرك عشان تكسب كثير من المزايا والحظوظ اللي بتدعمت برج القوس بتنهم كل يوم في ضبط جؤونكم المالي المشتركة ورغم النفقات هم فرصة لمكسب مصدر شراكي أو تعويض ولكن بدك تتصرف دون تباطؤ لتصحيح الأوضاع والإعادة بعض الأمور لنصابها عشان هيك برضو بدك تحاذب من مخالفة القوانين والتعليمات لا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين وممكن اليوم تعالج موضوع مالي أو إداري والأمور رح تكون لصالحك برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة القمر موجود مقابلكم تماما فعشان هيك بشجعكم اليوم على بحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم في العمل وفي العاطفة ولكن رغم هيك طاقتكم بتكون ضعيفة فعشان هيك تعتبر هاي فترة فيها بعض التوتر فممكن بعضكم يتورط في أزمة ما أو ممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو القطوات أو تغير نمط معين الأجواء بتساعدك على التغيير ولا بأس في ذلك أهم إشي أنك ما توجه انتقاد لأحد واضبط أعصابك وابعد عن المشاكل قدر الإمكان برج الدلو بيتراكم العمل لديكم فعشان هيك حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زميل أو مع رئيسكم في العمل وحذروا من التراجع الصحي لأن القمر الآن في بيت الصحة وبيت العمل فكل التركيز رح يكون على الأمرين اللي بتعلق بالأعمال وبالصحة تقدروا تغيروا من أولوياتكم إذا دعت الحاجة أهم إشي بدون عناد ولازم تباكر أو تبكر لعملك تفادي لأي تأخير في الأعمال أو إنك تضطر لعمل وقت إضافي برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز الحلاقة معهم اليوم برضو بيقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة ولا تسوية الخلافات وكذلك للتعارف والارتباط النشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استعاب الأمور ممتازة جدا هاي فترة إيجابية وداعملة إلك بشكل كبير الحظ بيدعمك في كثير من المجالات ولكن حاول إنك ما تخوض لأي أمر بيتعلق بالتجميل هيك من كون الدهين من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر